هل تبحثين عن أفضل هدية؟ ما عليج إلا أن تزورين UAE Fashion Shop وتشترين منهم الدبدوب العملاق اللي طولة 3 أمتار لا تنسين اليوم تتواصلين وياهم على هاي العناوين وتقلينهم أنا من طرف هند حتى تحصلين على خصم خاص إليج بالإضافة إلى هدايا مجانية سارعي فالعرض لفترة محدودة مرحبا بكم أعزائي المشاهدين اليوم راح نسوي موضوع لهاي الحلقة مختلف عن الحلقات السابقة اللي أنا سجلكم إياها اللي هي عبارة عن فيديوهات تعليمية لكن اليوم راح نناقش موضوع طرحت علي إحدى صديقات اسمها مهرة وكان سؤالها هل تقبل أو تقبلين بالزواج من شخص مشهور على اليوتيوب فهي حابت تشوف يعني آراء الناس بهذا الموضوع يلت طرحي هذا السؤال وحطيه بالإنستجرام وآنا حطيته بالإنستجرام وفعلا حصلت على عدد كبير من الأجوبة من البنات والشباب شباب هو سؤال موجه للجنسين فرح أستعرض عليكم النتائج بس قبل لأستعرض عليكم النتائج لا تنسون تتابعوني بالإنستجرام حتى أي حلقة مستقبلا نقاشية رح أنزل سؤالها بالإنستجرام قبل لا أسجل الحلقة فلا تفوتكم هاي المناقشات الجميلة لأن ممكن أجيب ردكم على السؤال هنا بهذا واحد من فيديوهاتي فهي هاي النتيجة اللي طلعت وياي أن الشباب مو عدد كبير منهم شارك بالاستفتاء ولكن عدد لا بأس به منهم و53% منهم قالوا نعم أقبل بالزواج من شخص مشهور على اليوتيوب بينما 47% منهم قالوا لا لا أقبل أكيد حددوا أسبابهم هسا رح أطرح عليكم بعض الأجوبة حتى تعرفون الأسباب اللي طرحوها الشباب والبنات 66% من البنات اللي شاركوا قالوا نعم أقبل بالزواج من شخص مشهور على اليوتيوب و34% منهم قالوا لا وللعلم أعزاء المشاهدين هاي الحلقة المناقشة هل تقبلين بالزواج من شخص مشهور على اليوتيوب مو مشهور على التلفزيون أو على أي شيء آخر موضوع مناقشتنا هو باليوتيوب سواء يعني هل تقبل أو هل تقبلين كل الجنسين أوكي هسا رح أطرح عليكم بعض من الأجوبة اللي وصلتني على الإنستغرام مثلا نوف 43-43 تقول اي عادي أحس ما بيأثر لأن مجال عمله بالنهاية وشهرة اليوتيوب أشوف أن لها حدود أن سليمان تقول وإذا معروف باليوتيوب موفد شيء مهم لأن أنت رح تتزوجي إلى ما رح تتزوجين متابعينا أهم شيء شهادته وأخلاقه وتعرفون شلون تخططون لمستقبلكم عراق يقول اي أقبل ليش قابل الناس المشهورة بيوتيوب مو أوادم شاق ريف شاق ريف يقول نعم أوافق والله يعتمد على القناة مثلا ممكن تكون مشهورة باليوتيوب بالطبخ مثلا أو تقدم برنامج حواري هيك ممكن أوافق بس إذا كانت مشهورة بشغلات ثانية كالغناء أو غير شيء أكيد لا لا رح تجيب لي الكلام دينا الحيدر تقول إذا كنت أحب بقي أوافق بكل شيء وتحمل بس كل شيء وإلا حدوده يعني لازم يتحمل هو أهم غيرتي ولازم أهم شيء يكون عنده حدود بالتعامل مع الغير لأن حيكون متزوج مو مثل قبل هلاس 57 يقول تعتمد على حسب الشهرة إذا تغني أو تمثل أو من الأمور اللي لا تليق بالأنثى ظهورها بالعلن أكيد أرفض هالشيء يعني نفس رأيي أخونا السابق لكن ممكن تكون رسامة أو شاعرة أو طباقة أو تطرح مواضيع اجتماعية ومنوعة بصورة محترمة أو مشهورة بهواية أو موهبة تخلي ظهورها بصورة إيجابية أكيد راح أوافق قاسم بكر يقول حلوة شهرة وبالعكس إذا كانت تحبني فهذا من العجاء بالسبعة أكيد أوافق وهان لازم ساك أخوه مو مدعومه بالتريلة مثل أحلام ها أكيلة سبعة تقول لا ما أوافق لأن حتى لو واثقة منها بس ما أقدر أمنع نفسي من الغيرة عليه وحتصير إلنا مشاكل جبيرة شخص العادي أفضل من المشهور امي 87 ايه تقول ايه أوافق مو مشكلة لأنه أختارني وخلاص بعد وخلاص بعد ومادام أكو ثقة فعادي جدا ثم اللي يسوي باليوتيوب له شغل أو هواية هو يحب يصور أو ينزل شيء والناس إن عجبت بشغله أصلا ألعامها بعد أكثر مادام عنده أفكار وأسلوب خلت الناس تتابعة وتحب تشوف جديدة ليش لا ليلى عرفان عرفان أعتقد تقول أنا وراء الزواج زوجي دايق نعني أسوي قناة وإختي خطيبة خلاها ويا بقناتها ميس مروش مروش تقول عادي كلش أكو ناس شغلهم اعتيادي ما بي شهرة ودتشوفين عيونهم زائغة هي ترجع لشخص نفسياته شلون يفصل بين عمل وحياة الخاصة والشريكة المفروض تبادل الثقة لأنها تكون سبب نجاحها يعني يكون تفكيرها من هاي الزاوية مو تخبص نفسها بالغيرة وها المعاضية سايمن سايمن أندرسكور 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 يقول أو تقول ما نعم ما أشوف بها شي وطبعا إذا يحبني ما راح يتأثر بالمعجبات فهي ابنة يطلت وأخيرا قو قو يقول أو تقول بصراحة لا أحس حياة مع شخص مشهور ومعروف وصعبا في طلعا حتى أحس أنه شخص مو طبيعي مدري بس احس كذا انهم مو زينة فحلو تقليدي اللهجة السعودية اعتقد وهذا كل ال هاي مو كل الاراء طبعا ولكن للتعليقات انا اخترت بعض منها ولا تنسون تابعوني على الانستغرام حتى اطرح سؤال ثاني لحلقة حوارية ثانية رح نتناقش بها بشيء اخر ولا تنسون تكذبون تعليقاتكم ايضا وتصوتون من احط السؤال لا تنسون تتابعوني على قناتي سوالي السبسكرايب وضايك على هذا الفيديو وتنشرون هذا الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي منها الفيسبوك وتويتر لا تنسون تتابعون قناتي الثانية ايضا وبنهاية اقولكم انا شخص غير مشهور باليوتيوب يعني ما كان موضوع الحقيقة يخصني ابدا 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 كان مجرد سؤال من احد المتابعات والصديقات فشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي مع السلامة